اهلا بكم يا جماعة ومعاكم ماريو جميل وانت بتشوف الفيديو ده على قناة الدكتور المنح في الفيديو ده هشرح طريقة التقديم على منحة مقدمة من جامعة قطر والمنحة دي متاحة لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وفي منكم اللي بتابعنا على القناة اكيد شاف الفيديو اللي انا عملته عن شرح طريقة التقديم على منحة جامعة قطر ولكن كان الجزء الخاص ببرنامج البكالوريوس ما فتحش ودلوقتي الجزء الخاص ببرنامج البكالوريوس فتح فانا هشرح في الفيديو ده طريقة التقديم على المنحة دي لبرنامج البكالوريوس المنحة دي ممارب الكامل مين اللي ينفع يقدم عليها ينفع يقدم عليها طلاب الصف الثالث السنوي اللي هم مقايدين بالسنة تلتة سنوي السنة دي او اللي هم خلصوا الصف الثالث السنوي ولو انت بتدرس بكالوريوس سنقول او تاني او تالتة او حتى ربعة. وعايز تقدم على المنحة دي وتبدأ باقي لرسم الاول فانت ممكن تقدم على المنحة دي. وطبعا زي ما احنا متعودين قبل ما ابدأ شرحة التقديم خلينا نعرف مع بعض ايه هي مميزات وتفاصيل المنحة دي. وفي ملحوظة عايز انبع عليها. لو انت عايز تقدم على المنحة دي بنفسك فانت ممكن تتبع خطوات الشرح اللي انا بشرحها لك في الفيديو ده. ولو انت عايز تقدم من خلالنا. فانت ممكن تملى الفورم او الخاص بقناتنا. واللي هتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو ده. ويا ريت في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب واشتراك في قناة وتفعل الجرس عشان تتابع معنا كل ما يخص المنحة. هنيجي ننزل مع بعض هنا تفاصيل المنحة زي ما قلنا الدولة المستضيفة هي قطر والجهة المنحة جامعة قطر. المراحل الدراسية قلنا بتقدم فرصة لدراسة الباكالوريوس او الدكتوراه. ولكن انا هكمل الفيديو لطلاب الباكالوريوس. ويمكن لجميع الطلاب من كل دول العالم انهم يقدموا على المنحة دي. وكمان مفهاج سن محدد للتعديم على المنحة. كمان ان المنحة دي مش بتطلب منها شهادة اثبات لغة انجليزية. ويمكنك الدراسة في المنحة دي اما باللغة العربية او باللغة الانجليزية. اخر معادل التعديم على المنحة دي تلاتة نوفمبر عشرين عشرين. بعد كده هنيجي للتخصصات المتاحة من مميزات المنحة دي ان فيها معظم التخصصات اللي بيطلبها الطلبة. وهنشوف مع بعض التخصصات دي واحنا بنملأ مع بعض. بعد كده هنا ايه هي مميزات المنحة دي? زي ما قلت لك انها منحة ممولة بالكامل يعني بتوفر لك تذكر السفر من و الى قطر. بتوفر لك جميع مصاريف الدراسة. بتوفر لك بريلات القتل. وكمان بتوفر لك السكن المجاني. بتوفر لك لكم. طيب ايه هي المستندات او الاوراق المطلوبة منك? مطلوب منك صورة شخصية. مطلوب منك طبعا انت رايح دولة تاني ان يكون معاك جهاز صفر او اللي هو الباسبور. مطلوب منك شهادة الاخر مؤهل دراسي حصلت عليه. وهنشوف لو في اي اوراق تانية واحنا بنملأ مع بعض. هنبه عليها. ده الموقع الرسمي للتعديم على المنحة. لو انت عايز تدخل وتقرأ كل البيانات والمعلومات اللي انزكرتها لك هنا. انا بتوفيرا لوقت الفيديو هدخل معاك مباشرة على الموقع اللي من خلاله هنقدم علي المنحة. هنملك بتاعنا. هنيجي هنا للتقديم مباشرة على المنحة. هنضغط هنا. وبعد ما فتح معنا الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. هنا بتقيه كاتب لك جامعة قطر. اللي هي جامعة طبعا اللي احنا بنقدم عليها. بعد كده هنا بيقول لك انت مطلوب منك هنا ايه? لو انت بتقدم على ده الاول مرة. فاحنا هنا هنيجي عند وهنضغط عليها. طبعا بتفتح معاك الصفحة دي هو طالب منك انك تعمل فانت هنا مسلا بتكتب اسم مقاون من حروف اللي هي الحروف الانجليزي ومكتوب كمان فيه ارقام زي ما انا هنا هعمل مسلا هكتب مسلا هنا ماريو على سبيل المسال. ممكن اكتب مسلا خمسة اي حاجة. المهم يكون في حروف وارقام. بعد كده هنا هكتب بتاعي وهكتب هنا الباسورد مرة تانية. وبعد ما بتكتب الاي دي بتاعك والباسورد وبتكتب الباسورد هنا مرة تانية بتضغط على بعد كده طبعا هنا بتفتح معاك الصفحة دي بيقول لك طيب اختار نوع بتاعك. طبعا احنا كنا بنيجي هنا بنفتح الساهم مش بتلاقي غير الحاجات الخاصة بالماستر دي. دلوقتي احنا عايزين نقدم على سبيل المثال ان احنا رايحين ندرس اول سنة في جامعة قطر. هنبدأ من الاول. فاحنا في الحالة دي هنختار طيب لو انت مسلا عايز روح هناك عشان خاطر تكمل الدراسة بتاعتك. يعني على سبيل المثال انت دلوقتي في تانية جامعة في كلية معينة. وهيس روح تكمل دراسة عليك كلية بتاعتك في جامعة قطر. فانت هنا بتيجي وبتضغط عليها فانت بتروح بعد ما بتتقابل ان شاء الله وبتكمل الدراسة بتاعتك هناك. احنا في الفيديو بتاعنا هنكمل الخطوات او ازاي هنقدم فيه لو انت مسلا طال في كلية وعايز تروح المنحة دي وتكمل فانت هتتبع نفس الخطوات اللي انا اشرح لك في الفيرس تير اندر جراد ويت. هنا هختار الفيرس تير اندر جراد ويت. وهضغط على بعد كده هنا بيقول لك انت عايز تروح تدرس امتى? فهو هنا المتاح بس سبرينج عشرين واحد وعشرين. اللي هو الربيع بتاع سنة عشرين واحد وعشرين بنختاره. بعد كده هنا انت بتكتب اسمك. لو انت عايز تكتب اسم والدك هنا ممكن تكتبه لو مش عايز خلاص. لان اي حاجة علانك مالحام رديو وانت لازم تملاها. بعد كده هنا بتيجي في وبتدخل اسمك الرابع. بعد كده بتضغط على وبعد كده بيفتح معاك بالشكل ده. هو هنا طالب منك حداشر فيرد انت تملاهم. هندخل ونشوف كل واحد هنبلا ازاي مع بعض. هنيجي هنا لاول حاجة وهي وهنضغط عليها. طبعا هو هنا هتلاقي كاتب لك الاسم اللي انت دخلته لو فيه اي غلط في الاسم انت ممكن تعدله لو ما فيش بتضغط على بعد كده جاب لك الجزء الخاص دي برضو معلومات عنك انت هنا بتيجي في بتختار بتاعك سواء الزكرة ام انسة. هنا بتيجي وبتدخل تاريخ الميلاد بتاعك شهر يوم وبعد كده هنا انت بتكتب السنة الميلادية بتاعتك. هو هنا طالب منك انك تكتب الايميل بتاعك. وطالب منك هنا انك تعيد كتابة الايميل بتاعك مرة تانية. هو هنا بيقول لك طالما انت مش طالب من قطر. فخلاص انت هنا بيقول لك دخل بتاعك اكتب الاسفار اللي هو موضحها لك هنا. فانت بتكتب هنا اصفار بعد كده بتضغط على بعد كده بنيجي في الجزء التالت من بتاعنا وهو يعني هو هنا طالب منك العنوان بتاعك بتبدأ تدخل العنوان بتاعك وهنا بتدخل رقم الموبايل بتاعك هنا طبعا بتكتب كود الدولة بتاعتك يعني لو من مصر مسلا بتكتب بلاس بعد كده هنا انت بتكتب الرقم بتاعك وبتضغط على بعد كده هنا بيسألك شوية اسئلة تانية بيقول لك الجنسية بتاعتك ايه? بتفتح السامنة وبتبدأ تختار الجنسية بتاعتك. مسلا عارض مصر يعطار ايجيب. بعد كده هنا بيجي ويسألك شوية اسئلة. طبعا لو الاسئلة دي مش متطبكة عليك انت بتختار لو انت مش عايز تجواب خالص بتضغط على بعد كده انت بتيجي في السطرين دولار. السطرين دولار ملخصهم ايه? هو بيقول لك ان الطلاب اللي هما مش من دولة قطر هما واجب عليهم ان هما يستخرجوا فيزة قطر. طيب بالنسبة هنا بيقول لك اللي هما الناس اللي بتقدم على منحة دراسية هما مش مطلوب منهم ان هما يقدموا على فيزة طالب لان الجامعة بتاعتهم بتطلع لهم جواب كبول اللي بيخليهم ان هما يطلع الليه意思 بتاعته الطالب اللي بتمنحك الفرصة انك تدرس في جامعة قطر. بعد كده بتضغط على بعد كده في جزء الخامس بتاعنا بيقول لك هنا معلومات عن والدك انت هنا بتدخل بريد الالكتروني احد والدك او والدتك. بعد كده هنا بتدخل رقم تليفون وبتدخل هنا الدولة بتاعته. لو انت مش عايز تدخل اي معلومات عن والدك او والدتك خلاص بتصيب المكان دفاضي. لو عايز بتملهم بعد كده بتضغط على بعد كده هنا دي معلومات عن المدرسة السنوية بتاعتك. طبعا انت بتعد معلومة بالطبيعي ان انت تكون في السنوية العامة او خلصت السنوية العامة بتاعتك هو هنا بيقول لك اللي هو الكود الخاص بالمدرسة بتاعتك طبعا انت لو مش عارف الكود ده بتضغط هنا على وبتجيب الكود الخاص بالمدرسة بتاعتك وتكتبه هنا. بعد كده لو ملقيتش الكود هنا بيقول لك لم اجد كود المدرسة هو كتبها لك بالعرب والانجلش فانت هنا بتيجي بتاعمل على المربح ده. بعد كده هنا بيقول لك انت هتتخرج امتى من السنوية العامة بتاعتك. بعد كده هنا هو بيقول لك اللي هو تاريخ التخرج لشدر السنوية العامة هو هنا بيقول لك انت اتخرجت امتى من السنوية العامة بتاعتك. بيقول لك اكتب هنا الشهر اليوم السنة. وكمان بيقول لك لو انت مش فاكر اليوم انت ممكن تكتب الشهر والسنة فقط. وفي حاجة تاني. هنا هو بيقول لكي للطلبة الذين مازالوا على مقاعد الدراسة السنوية يرجى كتاب التاريخ التخرج المتوقع. يعني لو انت طالب في تالت سنة وعايز تقدم على المنحة دي انت ممكن تقدم على المنحة دي وهتيجي تكتب هنا انت متوقع انت انك تطلع او تتخرج من السنوية العامة. بعد كده بتضغط على بعد كده هنا بنيجي في الجزء السابع بتاعنا. هنا ده الجزء اللي انت هتختار فيه كلية بتاعتك. انت بتفتح السهم هنا. هو هنا بتلاقي كاتب لك كليات للبنات فقط وهنا كليات للأولاد فقط. انت هنا بتلاقي العلوم. بتلاقي هنا الهندسة. بتلاقي هنا القانون. بتلاقي هنا الاقتصاد والبيزنس. انت بتبدأ مسلا تختار الحاجة اللي انت عايزها. مسلا انا اختار هنا هضغط عليها. بعد كده هنا هضغط على بعد كده هنا بيقول لك اللي هو الرغبة التانية اللي انت عايز تقدم عليها والرغبة التالتة والرابعة والخمسة. هو هنا زي رغبات. انت مسلا بالنسبة لك الرغبة الاولى اللي احنا اخترناها اللي هو الاقتصاد. مسلا نختار هنا الرغبة التانية على سبيل المثال اللي هو القانون. الرغبة التالتة مسلا اللي هو العلوم. الرغبة الرابعة اللي هي على سبيل المثال خلينا نقول الهندسة. وهنا مسلا نختار الرغبة الخامسة اللي هو الاداب. طبعا انت بتبدأ تختار على حسب التخصصات اللي انت عايزها والرغبات اللي انت عايزها بالترتيب. طبعا الحاجة اللي انت عايزها بتكون رقم واحد والحاجة اللي انت مش عايزها او يعني اللي هي بتكون اخر حاجة. بعد كده بتضغط على معلومات اضافية انت ممكن هنا تدخلها وممكن ما تدخل هاش. هنا مثلا بيسألك بيقول لك ما هي اعلى درجة علمية حصل عليها والدك. فانت هنا بتكتب مثلا لو والدك حصل على باكالوريوز بتكتب ان هو اخد في كزا. من ط هنا بدي لك شوات اختيارات. ممكن انت مسلا تختار ماجستير وطيفر اللي انت عايز تختاره هتكتبه هنا بعد كده تضغط على بعد كده هنا بنيجي في الجزء العاشر من بتاعك وهو الجزء الخاص اللي هو رفع المستندات ولكن انا هنا في حاجة عايز انبه عليها قبل ما اشرح لك الجزء الخاص برفع المستندات هو هنا لو انت جيت ترى الحاجات دي اللي هو كاتبها لك التعليمات الهمة بتيجي معي هنا لاخر سطر هو كاتب لك ايه بناء على الاوضاع الراهنة تفشي وبناء على اجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر لتحد من انتشار الفيروس فان جامعة قطر تعتزر عن استقبال الطلبة الدوليين للكبول للفاصل ربيع عشرين عشرين ويمكن للطلبة التقدم مستقبلا بالفصول القادمة يعني ايه الكلام ده يعني انت دلوقتي بتقدم على المنحة دي انت بتقدم لو اتقابلت انت هتاخد المنحة ولكن مش هتاخدها السنة اللي الجاية اللي هي عشرين واحد وعشرين ولكن انت هتاخدها في السنين اللي بعد كده ده انا حبيت بس انبه عليه عشان خاطر في الفيديو السابق اللي نزلته بالنسبة للماجستير والدكتوراه هم كانوا منزلين المنحة عادي جدا ولكن في بعض الناس في بعض الكومنتات قالوا ان المنحة قفلت وان الفيديو ده لا صحت له لكن الفيديو كان اصلا قبل ما الخبر ده ينزل وانا حبيت اشرح الفيديو ده مخصوص عشان خاطر اشرح لكم طريقة التهديم على برنامج الباكالوريوس واعرفكم اللي مكتوب هنا بخصوص فيروس كورونا فانت لو عايز تكمل الابليكيشن كمله عادي واملق البيانات بتاعتك عشان خاطر تحصل على منحة ولكن مش في سنة عشرين واحد وعشرين ولكن في الترمات اللي بعد كده. طيب هنيجي ننزل مع بعض دلوقتي هو هنا طالب منك ايه طالب منك انك ترفع بعض الاوراق انت مثلا هنا بتيجي بتفتح السام هو طالب منك هنا الباسبورت بتاعك انت بتختار على الباسبورت بعد كده بتيجي بتختار بتختار صورة الباسبورت بتاعك وبعد كده بتعمل بعد كده هنا بتيجي تختار الصورة بتاعتك بعد كده بتعمل وبعد كده بتعمل وبعد كده بتعمل وبعد كده بتعمل تشك على المربع ده اللي هو اؤكد انني كنت بتحميل جميع المساندات المطلوبة واعلم انني لن اتمكن من العودة بتحميل وصالك بعد انها عملية الدفع. بعد كده هنضغط على بعد كده بنيجي الاخر جزء بتاعنا وهي او انا بيقول لك اقرر واتعهد بان جميع البيانات المدخلة صحيحة وكلام يعني اللي هو ان البيانات بتاعتك صحة وما فيش حاجة غلط وهي حاجة ان انت هتحمل مسؤولية مهم انت بتكون قدمت وان البيانات بتاعتك بتاكد ان هي صحيحة بتعمل تشكها المربعة ده وبتضغط على وبعد كده بتيجي وبتضغط على بعد ما بتضغط على بيدخلك بعد كده على مرحلة الدفع اللي هي رسوم اللي انت قدمت عليه في منحة جامعة قطر انت بتكمل بتدخل مسلا الكارت او نوع اللي انت عايز تدفع من عليها رسوم وبتكمل بقى الاجراءات بكل بساطة بعد كده انت بتكون قدمت على المنح المقدمة من جامعة قطر طبعا انا مفتلحش معي علشان انا هنا مملتش كل المطلوبة ولكن انا كنت بشرح لك طريقة التقديم. لو لسه عندك سوف سارة اي سؤال ممكن تسيبولي في كومنت وانا هرد عليه ويرات في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك تعمل سبسكرا باشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان تتابع معي كل ما يخص المنح وشكرا